السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم نور من ماستر انجليش واليوم ان شاء الله درسنا هو عن الحالة الشرطية الثانية ل-if the second conditional سبق واخدنا zero conditional وقلنا انه zero conditional هو بتكلم عن الحقائق العلمية او الحقائق اللي دايما بتكون صح عادة مثلا if you heat ice it melts اذا سخنت الثلج يذوب ممكن بهيد الحالة zero conditional استبدال if be when when you heat ice it melts وقلنا انه منستعمل ل-present simple tense بعد if وبالجملة التانية اللي ما بتحتوي على if كمان منستعمل ل-present simple tense اما الفيرس كوندشنال فنحنا منكون عم نتكلم عن موقف او حالة ممكن ان تحصل في المستقبل مثلا if you study the conditionals with master english you won't be afraid of them anymore وقلنا انه الفاعل مع الجملة اللي بتحتوي على if بيكون بال-present simple tense اما الفاعل بالجملة اللي ما بيحتوي على ال-if فبيكون عنا will او will not اختصارها won't مع الفاعل لنبدأ الآن بال-second conditional سنبدأ اولا باعطاء بعض الامثلة if i had a lot of money i would travel the world لو كان لدي الكثير من المال كنت سأسافر حول العالم if i had a lot of money i would travel the world لنرى مثال آخر if i saved a lot of money i would buy that mansion if i saved a lot of money i would buy that mansion ملاحظة انه ممكن ان نقول i'd buy that mansion بدلا من i would buy that mansion i'd هي اختصار لآي would لنرى الجملتين ما المشترك بين هيكل هاتين الجملتين if i had a lot of money i would travel the world و if i saved a lot of money i would buy that mansion منلاحظ انه ال-verb الفاعل بالجملة اللي بتحتوي على if هي بالصيغة الماضي had هو صيغة الماضي لي have اما saved هي صيغة الماضي لي save if i had a lot of money if i saved a lot of money اما بالجملة اللي ما بتحتوي على if منلاحظ انه عنا would ويليها الفعل would travel the world would buy that mansion اذا بالحال الشرطي الثانية second conditional بالجملة اللي بتحتوي على if نستعمل simple past اما بالجملة اللي ما بتحتوي على if نستعمل would مع الفعل ملاحظة انه الفعل بعد would ما منحط s ما منقول would travels حتى مع he she it نقول she would travel the world لا نقول she would travels the world he would buy that mansion ولا نقول he would buys that mansion اذا هيكل second conditional الفعل مع if هو بصيغة الماضي past tense اما الفعل بالجملة اللي ما بتحتوي على if نستعمل would مع الفعل ممكن ايضا ان نقلب الجملتين فنضع الجملة اللي ما بتحتوي على if قبل الجملة التي تحتوي على if مثلا if i had a lot of money i would travel the world حاولوا ان تقلبوا الجملتين تصبح الجملة i would travel the world if i had a lot of money بهذه الحالة انتبهوا منيح ما منحط فاصلة we don't put a comma i would travel the world if i had a lot of money اما اذا جاءت الجملة التي تحتوي على if اولا فنحن نضع فاصلة if i had a lot of money I would travel the world تمرين اخر if i saved a lot of money i would buy that mansion تصبح الجملة i would buy that mansion if i saved a lot of money من دون فاصلة اذا لماذا نستعمل الحالة الشرطية الثانية why do we use the second conditional نستعمل الحالة الشرطية الثانية لنتكلم عن مواقف افتراضية او خيالية في الحاضر والمستقبل وعن نتائجها هي مواقف غير حقيقية او غير محتملة حسنا اذا ما هو الفرق بين الحالة الشرطية الثانية لاحظوا الجملتين if i saved a lot of money i will buy that mansion اول جملة هي بالfirst conditional اما تاني جملة هي بالsecond conditional فأي جملة هي الجملة الصحيحة جواب هو الجملتان صحيحتان لكن الفرق هنا هو رأي المتكلم او نظرته للموضوع في الجملة الاولى يرى المتكلم ان الموقف محتمل وقد يحصل في المستقبل if i saved a lot of money i will buy that mansion اذا وفرت الكثير من المال سأشتري ذلك المنزل الكبير اما في الجملة الثانية في المتكلم يرى ان الموقف على الارجح لن يحصل في المستقبل هو اقرب الى الخيال من الواقع if i saved a lot of money i would buy that mansion نستعمل the second conditional ايضا لأعطاء النصائح if i were you i would study more لو كنت أنت كنت سأدرس أكثر i would go to the doctor if i were you كنت سأذهب إلى الطبيب إذا أنا كنت أنت if i were you i would study more i would go to the doctor if i were you لاحظوا هنا أننا استعملنا were مع i لأننا في second conditional نستعمل were مع جميع الضمائر في الإنجليزية الرسمية لكن في الكلام غير الرسمي قد نستعمل was الأصاح هو استعمال were مع جميع الضمائر خاصة في الكتابة أما في الحالات الغير الرسمية يمكنك أن تقول if i was you i would study more it's story time حانا وقت القصص john is a very lazy person john is a very lazy person if john were not lazy he would wake up early for work if john were not lazy he would wake up early for work if john went to work early his boss would be proud of him if john went to work early his boss would be proud of him if his boss were proud of him he would give john a raise if his boss were proud of him he would give john a raise إذن في هذه القصة مر معنا ثلاث جمل تحتوي على حالة if الشرطية الثانية if john were not lazy لاحظوا استعملنا were وليس was if john went to work early if his boss were proud of him لاحظتوا أنه بالجملة التي تحتوي على if نستعمل simple past were went were أما بالجملة الثانية التي لا تحتوي على if نستعمل would مع الفعل he would wake up early for work his boss would be proud of him he would give john a raise لنبدأ الآن بالتمرين which one is incorrect أي جملة هي الجملة الغير الصحيحة if i were rich i'd buy a yacht yacht هو اليخت if you were rich you'd buy a yacht if he were rich he'd buy a yacht if they were rich if they were rich they'd buy a yacht الحقيقة هي أن جميع هذه الجمل هي صحيحة يمكننا أن نستعمل were مع جميع الضمائر مع i, he, she, it, you, they, we و i'd هي اختصار لي i would you'd هي اختصار لي you would he'd هي اختصار لي he would they'd هي اختصار لي they would وجميع الجمل هيكلها سليم الآن أريد منكم أن تضعوا الجملة الثانية قبل الجملة الأولى التي تحتوي على if في هذا المثل if i were rich i'd buy a yacht الجواب هو i'd buy a yacht if i were rich ولاحظوا لم نضع فاصلة كما في هذه الجملة هذا كان درس اليوم بتمنى يكون عجبكم وبتمنى تكونوا استفدتوا شاركونا أقرأكم الكومنت وبشوفكم إن شاء الله الأسبوع المقبل لأشرحكم عن third conditional الحالة الثالثة لif بتمنى لكم يوم سعيد السلام عليكم